كشف علي أكبر صالح رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران لم توقف أنشطتها النووية حتى بعد الاتفاق الذي أبرمته عام 2015 مع القوى العظمى ويأتي هذا الكشف عن عدم توقيف الأنشطة النووية فيما كانت طهران تقول دائما أنها ملتزمة كليا ببنود الاتفاق وفي وقت سابق كانت واشنطن تطالب بمراقبة أشدة من قبل وكالة الدولية للطاقة الذرية متهمة النظام الإيراني بمواصلة أنشطة سرية خطيرة